نحن نبحث عن صورة لنصر مزيف رغم الخسائر الفادحة وهناك أزمة ثقة داخلية تتصاعد بهذه العبارة وصفت شخصيات عسكرية صهيونية مجريات الحرب في غزة صحيفة هائريتس العبرية نشرت معلومات صادرة عن جنرالات وجنود صهينا يتحدثون عن صورة مغايرة للتصريحات الرسمية لجيش الاحتلال الذي يدعي تحقيقه انتصارات كبيرة ضد المقاومة الفلسطينية واقترابه من تدمير حركة حماس وإعادة المحتجزين واعتبرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين صهينا أن تجنيد الاحتلال وسائل الإعلام من أجل التقاط صور نصر مزيف سيكون ضار للغاية مطالبة حكومة نيتنياهو بالتواضع وكشف الحقائق في ظل الخسائر الكبيرة التي يموني بها جيش الاحتلال في غزة لا سيما وأن تدمير أنفاق حماس يمكن أن يمتد لسنوات طويلة وسيكلف الاحتلال خسائر فادحة على الصعيد السياسي كشفت مصادر صحفية عن أزمة ثقة حادة بين رئيس الوزراء الصهيوني بن يامين نيتنياهو ووزير الدفاع في حكومته يوايف غالانت إذ أمر نيتنياهو مؤخرا رئيس الموساد ورئيس جهاز الأمن العام بعدم المشاركة في نقاشات مع وزير الدفاع بخصوص صفقة المحتجزين في غزة دوليا تواجه تل أبيب أيضا أزمة دبلوماسية كبرى بحسب أعضاء في الكنيست لا سيما بعد أن تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا دعا فيه إلى زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون إدانة عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة في السابع من تشرين الأول الماضي أما على الصعيد الداخلي فهناك أزمة ثقة تتصاعد وتكاد تطيح بحكومة نيتنياهو في ظل عمليات القتل التي ارتكبها جنود صهينة للمحتجزين في غزة عن طريق الخطأ إلى جانب نزيف جيش الاحتلال في غزة وعجزه عن تحقيق نصر حاسم رغم الدعم الغربي المفتوح لتل أبيب